السلام عليكم يا احلى متتبعين ومرحبا بكم في فيديو جديد مع مطبخ وصفة تيليوم ان شاء الله غنحضر معكم الحميس غنحضرهم ان شاء الله في الكوكوت ولا في طنجرة ديال الضغطة او صراحة بالنسبة لها الوصفة هادي فيا كتجي لديدة لديدة بزاف وسريعة في تحضر ديالها انا اكيدة الا جربتوها غتبقوا دائما تحضروها قبل ما انضزوا الوصفة ديالنا حبيت نقلكم لا بالنسبة الناس اللي كيشاهدوني على اليوتيوب ولا الفيسبوك غنخليكم ان شاء الله الرابط ديال انستجرام وكذلك ديال تيك توك اللي غنبقى نشار لكم في هالفيديوهات لان بزاف ديالناس كيخليوليها كياتع عليك كيقولولي بالنيرا كنتفرجو فيك في تيك توك وكذلك في الانستجرام فانا ما عندي تعالى قبلك الفيديوهات هادوك غير كياخدوهم وكينشروهم بسميتي المهم غنخليكم ان شاء الله الرابط ديال انستجرام ديالي وكذلك ديال تيك توك نتمنى ان شاء الله تدخلو وتشجعوني اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات واشتوصلوا دائما بكل جديد وكما تعودنا قبل ما نبدو اي وصفة منصر صلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وضبخ لكم على المقادير وكافية حضارة بسم الله على بركة الله في الوصفة اليوم ان شاء الله سنحتاج فيها الحماس لدي هنا يجوج ديال كؤوس بقياس كس العنبال لكيزين 150 مليلتر بالسوائل وبالنسبة للناس اللي بغاوا يوزنوا في الميزان يديروا 280 جرام الحماس ديالنا رمازال يابس كما تلاحظوا معاي كنخوع له الماء وكنغسلوهم زيان بطبيعات الحال كما كان عارفوا بالنسبة للقطاني اللي كيحتفطوا بهم يعني كيديروا لما كيشي ادوية اللي كتكون يعني سمى ولا مضرة بالصحة لهذا ضروري هكي القطاني ديال كوم تغسلوهم سوى كنتو غطيبوهم نيشان ولا كنتو هكي غتفزقوهم يعني ضروري تغسلوهم زيانا كو حجوج ديال المرات ولا ثلاثة اما بالماء بارد ولا بالماء سخون المهم هنبعد ما كنغسلو الحميس ديالنا عندي هنالكوكوت ولا الطنجرة ديال الضغط اللي كنوضع فيها دف الكمية ديال الحميس وكنعمر عليها بالماء غنضيف له جوج يطرو ديال الماء عندي هاد القلعة هادي كتزين يطرو هنضير منها جوج وكنسدو للكوكوت ديالنا وكدالي كندور السفيرات كما كتلاحظو معي وكنزيرو مزيانا هنا يا كنوريكم شو على ديال فرنوخ ستكون متوسطة وكنخليو الطنجرة ديالنا حتى كتبدأ الصفارة الدور اني كتبدأ الصفارة الدور بحال هذا الشكل كنحسب لها ثلاثين دقيقة يعني نص ساعة وكنحل عليها على بركتي الله بعد ما مرت نص ساعة وان شاء الله غنشوفه على الحميس ديالنا كما كتلاحظو معي فالحميس يعني طعب معنا وفي نفس الوقت يعني مهراش يعني يالله دخلو الطياب مني كنضغطو اكيه للحبات كالقوهم طايبين ولكن ما زال نشد الرسم كما اذكرت لكم فانا اخدامي ثلاثين دقيقة في حالة كايلة حليتوا على الحميس ديالكم ولقيتوه مازال قصح كتخليوه احتكى يرطب يعني احتكى الضغط عليها كايلة وكتلقاه وهرطب المهم الحميس ديالنا كنا نصفيوه ذاكي الكمية ديال الماء وكنحاولوه كي نضيفو عليه الماء بيش يبرد معانا وكنيبدأو نقشره بحالة شكل فالطريقة راساه ما هو ذاك القشر اللي كيكول فوق يكايل دغيا كيتحاييد حالة شكل وفنص الوقت الحبات ديال الحميس ديالنا طائبين وكندز على الحبات ديال الحميس كاملين كيحايدولوهم ذاك القشر وهدا اول الحميس ديالنا بعد ما نقيتوه يعني كنعزله القشور وكنخليوه كايل حبات ديال الحميس tone هنا كنرجع وكنوركم الحبات ديال الحميس يعني كتضغطو عليها كيكتلقاوها denied المهم فى هذه المرحلة هدي غا نحتاجوا المونينيكس. الكاس ديال العصير اللي كنتحنو فيه. كنخوف هادي الكمية ديال الحميس. وغا نضيف عليها عربعة ديال حبات ديال البيض. والافضل استخدموها كيال البيض يكون كبير شي شوية يعني ما يكونش صغير بزاف. وغا نبدأ ان شاء الله عن طحنو في هاد الخالد ديالنا. المهم بالنسبة المونينيكس بنا تكونوا كتطحنو فيها انتم كتطحنو انتم كتوقفو. في حالاتها كي لابنت لكم المونينيكس ديالكم ما كتطحنش. جيبوها كياشي ملعقة وحركو كيما كان ديرانا يا. وإلى لقيت فوها كيال الخالد ما كيتطحنش معاكم زيد واحد الحبات ديال البيض. فانا غنزيد نضيف واحد الحبات ديال البيض بحالة شكل. بالنسبة للخالد ديالنا خصو يكون كيال قاوم ديالو وماش يتقيل بزاف بانا كينا كياشي نوعيات ديال المونينيكس ما كيتطحنوش مزيان. المهم فانا احتجت خمسة ديال الحبات وكيما كتلاحظو معاي فالخالد ديالي كيتطحن مزيان بحالة شكل. من بعد ما كتطحن الخالد ديالنا كنديرو كيفش زليفة ولفش ايناء. وكذلك نوريكم القاوم ديالو كيما كتلاحظو معاي بالنسبة للحمص دارو ويطحنوه حتى كيولي هي كيبحال كريمة كيما كتلاحظو معاي يعني مكيبقى فيهلاح وبيبات لوالو. هكا الخالد ديالنا يكون صباح جاهز. هاد مرحلة هادي غنضيف اربعة معلقة صغيرة ديال ملح. وملعقة كبيرة ديال حبة الحلاوة ولا الينسون. وملعقة كبيرة ديال النفع ولا الشامرة. المهم بالنسبة لهذا المكونات الجوج كنخليهم كيمة ومي يعني ما كنحمروهمش كنخليهم خضرين. باش هكا هيك يبقوا محافظين على الطيبة ديالهم ولا لديك النكهة القوية. كذلك ملاحظو معاي ضفت كس ديال السكر ممعا ديال مية وخمسين جرام. وكنحركم زيان. وكنضيف عليهم ملعقة كبيرة ديال الخبز. ايضا غنحتاجو الخميرة ديال الخبز ولا الخميرة الفورية يمكن لكم ديرو اي نوعية متوفرين عليها. كما يمكن لكم ديرو كاغل الخميرة المعجونة. المهم تكون الخميرة ديال الخبز. كما لاحظتم معاي فانا ضفت ملعقة كبيرة قال اربع. ارتاكي فاحض مص كس ديال الماء. يكون كاغل دافي. وكنحركوها وكنخليوها احتكى الدوب. وكنخوها على هاد الخالد. كنرجعو كنخلطو المكوينة ديالنا مزيانة. وغنضيف عليهم كاس ديال زيت نباتي ميو عادي لمية وخمسين ميلي لتر. وكل مرة كنضيفو اكي اشي عنصور. كنحركوهم زيان. هاكا الخالد ديالنا يكون صباح جاهز. دب ان شاء الله غنبدو نضيفو في الدقيقة. في اللول كنضيف اكي واحد الاربعة ديال الكووس. كذلك غنضيف واحدة جوج ديال كياس ديال الخاميرات الحلويات. كلا كيس كيزين تمانية جرام. وكن نبدو ان شاء الله بالعاجنة. المهم بالنسبة الكمية ديال دقيقي احبائي. غنحتاج لسبعة ديال الكووس ديال الدقيق اللي هي سبعمائة جرام. كما كان نذكر لكم الناس اللي عندهم الميزان دقيقي وزنوه. هلما كتوش كتوفروا على الميزان. الدقيقي غير غرب له والكووس عمرهم غير بالملعقة. يعني ما تضغطوش على الكووس ديال الدقيق. وبالنسبة الكمية ديال الدقيق يا احبا ايه فانا فقط كنقرب كمشي شوية. ولكن دائما كيكونك الاختلاف اما في الحجم ديال البايد ولا في النوعية ديال الدقيق. في الاخر ان شاء الله غنوريكم القوام ديال العجينة كي يخصوا يكون يعني الاختلاف دائما كيكونك في واحد جمج ديال مالعيق ولا ثلاثة زايدين ولا نقصين وبالنسبة للحجينة ديال النار ما كتحتاش لديلك يعنيbout نضيف كمية أخرى حتى نحصلها على عجينة التي تكون رطبة نقصها في اليد التي كنا نرى لا تبقش تلتسق في اليدين نحس بها رطبة وخمزة تلتسق في اليد التي نحجن به لأنها عجينة البيض ونضزه لنشكل العجين لديها الجنجلان ولا السمسيم فأنا استخدم جوجة الأنواع لديها الجنجل الأبيض وكذلك هذا اللي يكون عادي يمكنكم ديرو أي نوعية متففرة عندكم بالنسبة للجنجلان دينا كنخلي واكمة هو يعني ما كنحمروه موالو كندهنو اليد دينا في شوية ديال زيت نباتي وكنبدوه في تشكيل ديال العجينة كنشكلوها كيكويرات اللي كيكونوا صغار في هذا الحجم هدايا كنبسطوهم غير شي شوي في اليد دينا وكننزلوهم في هالجنجلان ومباشرة كنديروهم في الطاوة واللفصة في حالي غندخلوها الفران المهم بعد ما كنشكلو العجين ديالنا كامل وكنديروه في الطاوة فهد المرحلة هادي كنبسطو شي شوية بحالي شكل يعني يمكنكم دهنو اكلية ديالكم شوية ديال زيت نباتي وتبسطو حتى كتحصلوه لهد السنك يعني ما تديروش البسكويت ديالكم غلط بزاف لانه كنتعفق في المرحلة ديال الطياب فهد المرحلة هادي كنغطيوه واحد قطعة ديال بلاستيك وكنخليوه تقريبا كواحد عشرة ديال دقايق شعور من قبل كنحطوه في الجيل الفقانية بحيت كتكون نرمال تحت على شولالي كتكون مهي لحتك كي طيب وكيتحمر وكنحصلو على هدلوين الذهبي بصراحة يا احبائي بنسبة لبسكويت ديالنا فهو كيجي اكتر من رائع لا في الشكل ولا في الماضاق بس كويت صحي ومشبيع في نفس الوقت كما تعودنا ضروري نحلو معاكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كما كتلاحظوا معي كيجي الشيش وارطب حالي كيجي بحل شي كيكا قطني من الداخل والتجعوبة ديالو رباينين هذا هو الدور ديال الحميس كيخليها كيلبسكويت ديالكم الجرطب ومجعب من الداخل كيما كان عارفو بالنسبة الحميس يعني الناس كيحضروا به حتى الخبز يعني حتى الخبز ديالو كتجي مميزة المهم يا يا حبائين اتمنى ان شاء الله تنالاعجبكم الوصفة دياليوم وتجربوها نطلقى ان شاء الله في فيديو اخر وصفة تانية ما سلامة